تفقد أمين عامل المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون سعيد منشأة الغاز المنزلي في مديرية البريقة بحضور مدير فرع الشركة اليمنية للغاز بالمحافظة مراد ناصر شيخ التقى معاون بعمال المنشأة المضربين عن العمل مستمعا إلى مطالبهم أبرزها بتثبيتهم في المنشأة بعد سنوات عدة من العمل بالأجر اليومي والذي يصل خدمة بعضهم عشرون عاما رغم التوجيهات السابقة من قبل قيادة وزارة النفط والمعادن ومحافظة عدن ووعد أمين محلي عدن العاملين بأخذ كافة مطالبهم المشروعات إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ أحمد حمد لملس للنظر فيها والتواصل مع الجهات المعنية في إيجاد المعالجات اللازمة على حلها بأسرع وقت ممكن وثمن معاون جهود العاملين في المنشأة في توفير الغاز والتعاون بتخطي أزمة عدامه بالمحافظة والمحافظات المجاورة